النسيان أمر وارد وارد على الإنسان أنه ينسى ومن النسيان أن ينسى التشاهد الأول في الصلاة أن ينسى التشاهد الأول وهذا أكثر ما ينسى يمكن في الصلاة ينساه الناس سواء كان مأموما أو إماما أو منفردا المهم إذا نسي التشاهد الأول له ثلاث حالات أو إن شيء تقول أربع حالات الحالة الأولى أن يهم بالقيام بعد ما قر يريد أن يقوم ثم تذكر أنه عليها لتشاهد فغير رأيه هذا ليس عليه سجود السهو ولا عليه شيء وصلاة صحيحة ما فيها مشكلة الحالة الثانية أن يقوم يبدأ بالقيام يبدأ بالقيام لكنه لم يعتدل ظهره بعد رفعت جسمه عن الأرض رفعت ركبته على الأرض لكنه لم يعتدل قائما فهذا يجب عليها أن يرجع لأن التشاهد الأول على الصحيح إن شاء الله تعالى أنه واجب وإن كان جمهور أهل العلم يرون أنه سنة التشاهد الأول لكن صحيح أنه واجب فيجلس وجوبا إذا لم يستقب ظهره ما زال في طور القيام الحالة الثالثة أن يقف مستقيما لكنه لم يشرع بالفاتحة بعد ما قرأ الفاتحة على المذهب أنه يكره له أن يرجع يكره له أن يرجع ولا يحرم فضلاً عن أن تبطل الصلاة يقول يكره له أن يرجع فإذا رجع قبل أن يشرع بالقراءة قرأة الفاتحة إذا رجع قبل أن يقرأ الفاتحة يقول يكره له ذاك وصلاته صحيحة طيب الحالة الرابعة إذا بدأ بقراءة الفاتحة ثم تذكر أنه لم يجلس للتشاهد هنا يحرم عليه أن يرجع يحرم عليه أن يرجع فإذا رجع بطلت صلاته فإذا رجع هنا بطلت صلاته لماذا؟ قال لأنه رجع من الركن إلى الواجب لأن قراءة الفاتحة ركن فلا يرجع من الركن إلى الواجب والقول الثاني في المذهب أنه لا يرجع طالما استقام ظهره لأنه دخل في الركن في الركن الركعة الثالثة فقال لا يرجع وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى أنه لا يرجع طالما أنه اعتدل قائما لأنه في الصحيح أنه دخل في الركن اللي هي الركعة الثالثة فلا يرجع فإذا رجع على خلاف قيل تبطل صلاته وقيل لا تبطل صلاته المذهب أنها لا تبطل صلاته إلا إذا رجع بعد الشروع بالقراءة نعم قراءة الفاتحة يعني